اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين إزايكم عاملين إيه؟ يا رب يكون الجميع بخير كل سنة وانتوا طيبين طبعا بمناسبة العام الهجري ربنا يجعلها يا رب سنة سعيدة علينا جميعا ويرفع عننا البلاء والوباء النهاردة هنعمل مع بعض العشورة العشورة بقى مفيش أجمل منها هنعملها بطريقة بسيطة جدا وسهلة هي عادة تعتبر ربنا ما يقضع لناش عادة إن شاء الله هندخل الفيديو هنعمل العشورة الجميلة دي بطريقة بسيطة بس قبل ما ندخل الفيديو لو أول مرة تشوفي قناتي اعمليلي اشتراك في القناة ولو عجبك الفيديو ما تبخليش عليها باللايك معي هنا أول حاجة الأمح طبعا أمح العشورة ليه مواصفات وانت بتشتريه لإن فيه أمح للطيور وأمح اللي هو الأبيض ده بتاع العشورة جبنا الأمح نقناه أول حاجة نقناه طبعا شان بقى فيه زلط وفيه حاجات وغسلناه غسلة كويسة جدا لغاية ما المية تروق عليه هحط عليه مية كده وهسيبه خمس دقايق بس وبعدين هغير من عليه المية تاني وأولع عليه النار تمام؟ دلوقتي أنا كده بحط له اللي هي آخر مية عشان أولع عليه النار هولع عليه النار يعني عشر دقايق بالزبط وهروح لما الريمة هو هيطلع ريمة كده لما هيغلي هلمي الريمة دي وهغطيه واسيبه ساعة ساعتين اعمليه من بالليل انت حر لما هتغطيه وتسيبيه هيبقى بالشكل ده شايفين؟ الطريقة دي جميلة جدا وسهلة بدل ما تفضلي تقطعي نفس الغاز على النار والدنيا حر ساعتين تلاتة عشان يوصلك للمرحلة دي فهو كده احنا غاليناه عشر دقايق بس وغطناه بقى بالشكل ده أنا هنا هعمل ايه؟ لو عندك هند بلندر طبعا هيسهل عليك كتير حاولة الربيدر بتندك كده وهو في الحلة مش عايزينه كله يتهرس لأ احنا عايزين بس شوية يتهرسوا علشان يعززوا الطعم تمام؟ أنا خدت كمية زي ما انتم شفتوا كده دربتها في الخلاط بالمية اللي فيها مش باللبن ولا بأي حاجة ودلوقتي أنا طبعا ولعت عليه رجعتها تاني في الحلة وولعت عليه العشرة هم الحاجات الحلوة جدا واللي الأطفال بتحبها وهي طبعا مفيدة كمان هنا معايا كمية لبن أنا معايا اتنين كيلو لبن انت عايز تحطي كيلو ونص كيلو انت حرة ده نص كيلو قمح تمام؟ طبعا بقى أنا مجمدة اللبن عشان جايبا من مبارح فاللبن ما بيستحملش اليومين دول الدنيا حر قوي حطيت كده لبن وهحط الكيس التاني بس هشيل منه كوباية وطبعا هتشوفوا معايا هنعمل فيها ايه خلي بالك وانت حطي العشرة على النار ما تسبيهاش وتعودي يعني كتير انت كل شوية تقلبي لان القمح بيلزق في قعر الحلة من تحته لو سبتيه لازق فترة هيكليو بسوء هيتحرق ويديها طعم الشياط وتبقى بازت هنا انا بحط السكر انا هحط يعني بما هيعادل مجين ونص سكر طبعا السكر حسب الرغبة يعني انا مش هقولك سكر حطي قد ايه كل واحد حسب ما بيحب الحاجة بتاته مسكرة قوي مش مسكرة قوي هنا بقى معايا معلقتين كوبار نشا ومعلقتين كوبار كريم شانتي وكسين فانيليا انا مفضيهم على بعض كلهم كلهم في البولة وحط عليهم كوباية اللبن اللي احنا شلناها من اللبن وطبعا هقلبهم كويس جدا جدا اهم ودي معايا وش لبن انا كنت شايلة من اللبن وحطه في الفريزر يعني دلوقتي طلعته بحطه بقى البشاميل اللي الرز بلبن الى اي حاجة المهم ان انا بشيله ولما بعوزه بحاجة بطلعه عندك كريم عادية حطي عندك اشتاعدي حطي كريم الطبخ تمام شغال الموجود عندك كل حاجة هتزاوديها هتعززلك الطعم بتاع العشرة هتخليها اجمل ويتنسى اللايك للفيديو بقلب كويس اللي هم ايه معلقتين النشا معلقتين الكريم شانتي الخام وكسين الفانيليا تمام وانزلت بهم كده وطبعا لما هتنزلي بهم احنا معانا العشرة بتغلي فانتي ايد هتنزلي بالحاجة اللي انت بتقلي بها دي عشان فيها نشا والايد التانية هتقلبي بها بسرعة علشان النشا ما يكتلش في ثواني بعد ما بدي في النشا والكريم شانتي والحاجات دي بتلاقيها خلاص ربطت معاكي بتوصلي للقوام اللي اخف من اللي انت عايزة بشوية وبتروح يقفل عليها على طول النار علشان ما تتقلش قوي ودلوقتي خلاص انا جبت البولات اللي عايزة اعبي فيها وهغرف العشورة بتاعتي على طول وهي سخنة كده ما ينفعش خالص تسيبيها في الحلة وتركينها يعني وتعودي لا هتجمد في الحلة فلازم تغري فيها بسرعة اول ما توصل للقوام اللي انت عايزة اهو هنغرفها بقى بالشكل ده مش قادر اقول لكم راحتها عاملة ازاي والطعم طبعا حاجة رهيبة ليه انا ما هرستهاش كلها علشان هي لازم يكون فيها حبات سليمة كده لانها العشورة من الحاجات اللي لازم وانتي بتاكلي كده تتلاقي حاجات تمدغيها يعني تلاقي القمح ده ومتوعدي تمدغي فيه مش بتبقى حلوة لما تتهرس كلها وكده خلاص انا عبيت كل الكمية بتاعتي في البولات زي ما انتم شايفين كده وهنا معايا فصدق كداب ده انا عاملاه وكريز وزبيب وجست الهند طبعا استزيين حسب الرغبة زيني بقى زي ما تحبي الفصدق كداب دوت هبقى نزل الفيديو ان شاء الله قريب جميل جدا بصراحة حطي بقى جست الهند حطي مكسرات حطي فواكه اللي انت حباه حطيه اه لو هتحطي فواكه حطي على قد اللي هيتاكل على طول علشان الفواكه ما تبوز وتبوز العشورة نفسها وزي ما قلتلك التزيين بتاعك انا زينا تزيين يعني بسيط خالص وعشوائي كده زي ما انتم شايفين وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة طبعا عايز اقولك ان لو عجبك الفيديو ما تبخليش علي باللايك للفيديو واللي اول مرة يشوف القناة يعملي اشتراك في القناة ويشير الفيديو مع اصدقائه هنا بحاول اوريكم يعني كل الحاجات اللي هم زيناها وسايبة طبعا من غير من غير اي حاجة لاني عندي في بيحب ما بيحبش الحاجات دي بيحبش المكسرات ولا ولا الحاجات يعني بيحب الرز بلمان او اي حاجة بيبقى فاضي كده مع لهوش اي تزيين وصلنا دلوقتي الاجمل حتة في الفيديو اللي هي انا هدوق فيها هدوق معاكم كده قبل ما ننهي الفيديو واو شايفين شايفين هي قد ايه كريمي تحفة والطعم بقى ما اقولكوش قومي يلا بسرعة بعد ما تشوفي الفيديو اعملي العشورة لولادك وفرحيهم وبقولكم تاني كل سنة وانتوا طيبين ويا رب دايما تكونوا بخير واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد من قناتي مطبخ دعاء الجيلاني سلام عليكم شكرا شكرا شكرا